السلام عليكم موسم الحج العام 2023 وأخبار هم من مجلس الوزراء وأيضا حج الجمعيات الأهلية موعد التقدم والشروط قبل تفاصيل أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك للقناة وتفعيل الجرس ليسلككم كل جديد لو بتشوفوا القناة الأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال أعجبكم اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضي عننا أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين ورحم موتانا وموت المسلمين أجمعين كل سنة وحضرتكم طيبين نشرنا اتباعا كل ما أعلن عن حج 2023 حتى الآن ولمن يريد معرفة أخبار حج 2023 عليه الدخول على قوائم التشغيل على القناة ليتعرف على آخر الأخبار وأعلننا عما أعلنت الوزارة الداخلية حول حج القرعة لعام 2023 إليكم الآن آخر الأخبار تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بمنع جميع أصحاب الأمراض من الصفر لأداء مناسك الحج وهو مما أدى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزارة تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لإصدار أي بينات بمنع أصحاب الأمراض من الصفر لأداء مناسك الحج وأنه لم يتم إصدار أي أنباء بهذا الشأن وأوضحت الوزارة أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من الصفر لأداء حج 2023 وهم مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل الكلوي مرضى التلايف الرأوي حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والصفر الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية والتلايف الكبدي والأوروم الحوامل وخاصة في الأشهر الأولى والأخيرة المصابون بالزهايمر والمرضى النفسيين طبقا للتقارير الطبية المعتمدة ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استسقاء المعلومات من مصادرها الموصوقة أما الجديد أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بفتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في آداء حج 2023 وذلك ابتداء من غدا السلساء 7 مارس 2023 حتى يوم 20 مارس 2023 وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت عدد من الشروط اللي وجد توفرها في أراغب في أداء فريدة حج هذا العام أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجلة بعضويتها عند تقدم الطلب وأيضا مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عدوا عاملا أو منتسبا وأن تكون الجمعية أو المؤسسة المقيدة قبل 1-1-2023 ولم يقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية تثبت بحقها بحكم نهائي كما لم يقع للمتقدم الضغط في أداء فريدة الحج من قبل طوال حياته حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات أضافت أيضا أن المتقدم لأداء فريدة حج هذا العام أن يكون كامل الأهلية لأداء منازك الحج وأيضا مصري أجنسية ويعتمد عند تحديد سن المقدم الطلب تاريخ 30-4-2023 الموافق 10 شوال 2023 حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاما ويشترط وجود محرم لسيدات أقل من 45 عاما ولا يقل عن 18 سنة انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد حول موسم الحج 2023 أتمنى لا تنسوا دعمكم لنا ولا تنسونا بخارص الدعاء